احتجاجات غاضبة في عدن بعد مقتل شاب تحت التعذيب في أحد سجون الحزام الأمن المدعومة من الإمارات المحتجون أشعلوا الإطارات وقطعوا طريق الجسر الرابط بين مديرية البريقة ومختلف مديريات المحافظة للمطالبة بتسليم القتلة للعدالة تتهم قوات الحزام الأمن باعتقال وإخفاء العديد من الناشطين والقيادات في سجون سرية وممارسة أبشع أساليب التعذيب والانتهاكات ضدهم وكشف التقارير سابقة لعديد من وكالات الأنباء قيام الإمارات بعمل سجون سرية في عديد من المحافظات الجنوبية تعذب فيها المعارضين لممارساتها القمعية بحق اليمنيين وتشهد عدن مظاهرات شبه يومية لرابطة أمهات المعتقلين للمطالبة بالإفراج عن المختطفين دون تهم أو إحالتهم للمحاكمة القانونية بينما السلطات الأمنية التي تديرها الإمارات تنكر على الدوام وجود مختطفين في السجون وهو أمر يتناقض تماما مع واقع الاحتجاجات والفضائح التي خرجت للعلن حول ما يدور في تلك السجون خلال الأعوام الماضية ظلت عدن مسرحا مفتوحا للجريمة السياسية المنظمة تنوعت بين الاغتيالات الممنهجة التي طالت العشرات من أئمة وخطباء المساجد وغيرهم أما النهجون من رصاصات الاغتيال فقد اقتيدوا إلى السجون لتبدأ رحلتهم مع المعاناة التي قد تنتهي بالموت ترجمة نانسي قنقر